شهاب جوهر يجن بسبب فستان إلهام الفضالة وهي تفضح ما حصل مع ليالي دهراب تصدر اسم الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إطلالتهما في برنامج استشارات المشاهير الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى مشاركتها في برنامج ببيان عبد الرحمن وفي تفاصيل أطلت إلهام الفضالة خلال البرنامج وتحدثت عن مسلسلاتها بالإضافة إلى علاقتها بأولادها وكشفت إلهام الفضالة عن السبب الرئيسي لانسحاب ليالي دهراب من أمينة حاف حيث أكدت أنها تمر بحالة صحية صعبة ولم تتمكن من تكملات التصوير ووجهت إلهام العديد من الانتقادات على كلامها في المقابلة حيث قال البعض اللي ما أحبه بإلهام أنه كله تمدح بعمرها كله تقول أنا كالشيخة أنا حلوة أنا لبسي أنا وجهي وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا وكانت إلهام الفضالة قد نشرت على إنستغرام برومو برنامج استشارة المشاهير الذي تشارك في تقديمه مع زوجها شهاب جوهر وظهر شهاب وهو يتحدث مع الإلهام عن غيرته بسبب ملابسها كما ظهر الثنائي شهاب وإلهام وهما يستقبلان أسئلة الجمهور التي تطلب منهم تقديم استشارات تساعدهم لحل بعض المشاكل التي يواجهونها